تم توقيع على اتفاقية بين وكالتي العقار السياحي الجزائرية والتونسية تقضي بتعزيز تبدل الخبرات والتجرب بين الجانبين في مجال تسيير العقار السياحي وقد وقع على هذه الاتفاقية المدير العام للوكالة الوطنية للعقار السياحي مهناوي سليم ونظره التونسي فتحي شرفي وبهذه المناسبة اكد المدير العام للوكالة الوطنية للعقار السياحي في تصريح صحفي عقب مناصم التوقيع على ان هذه الاتفاقية الاخيرة تندرج في اطار التوامة القائمة بين البلدين في مجال تهيئة السياحة والتسيير العقاري في مناطق التوسع السياحي